الى اكثر النقاط حساسية بالنسبة للسوريين المعارضين لسلطة الاسد تصل تصريحات وزير الخارجية التركي هاكام فيدان تصريحات تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل الوزير التركي اشار الى ان وحدة سوريا كحكومة ومعارضة يمكن ان يلعب دورا في مكافحة الارهاب وبالاخص تهديدات حزب العمال الكردستاني مضيفا ان على سلطة الاسد الاستفادة من حالة عدم الصراع بعقلانية وحل مشكلاتها الدستورية وتحقيق السلام مع معارضيها واعادة الملايين من اللاجئين السوريين الوزير استدرك القول ان بلاده لا ترى لسلطة الاسد القدرة على الاستفادة من ذلك بما فيه الكفاية التصريحات التركية التي ظهرت مؤخرا تبدو كملامح لمسار بدأته تركيا بالتنسيق مع روسيا للحل في سوريا حين بدأ الحديث عن تقارب مع سلطة الاسد واتفاق يفضي لانهاء وجود حزب البيكيكي غير ان الجزئية الاهم هو مصير الفصائل المعارضة الذي اكدت تركيا مرارا انها تضعه في موازينها لا تبدو تركيا واثقة بسلطة الاسد مندوب تركيا الدائم لدى الامم المتحدة السفير احمد يلدز وخلال جلسة لمجلس الامن بشأن سوريا رد على ممثل سلطة الاسد الذي انتقد موقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين بقوله ان كلمات ممثل سلطة الاسد تظهر مدى انفصالها عن الحقائق على الارض يلدز طالب سلطة الاسد بتغيير موقفها من اجل بدء مصالحة وطنية كما طالب المجتمع الدولي التركيز على سوريا مرة اخرى تتجه التصريحات التركية نحو المصالحة الوطنية لكن بشروط يجب على سلطة الاسد تحقيقها وهو ما تستبعده انقرى حتى الان بينما ترافئة من السوريين المعارضين ان مجرد الحديث عن المسار هو امر غير مقبون لديهم ويغيب الموقف السياسي والعسكري للمعارضة السورية حتى الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة